كنمل يلحقون بهالة الشمس الباردة أول النهار إلى وطن يتصورونه من خبز وعاطفة ودموع شباب ونساء وأطفال أفارقة ذابلون طاوعهم الحظ وخرجوا من جوف الوطن المصبوغ بلون العدم ليعبروا إلى اليمن بخفة فتتلعثم خطاهم على شريطه الساحلي البحث عن المال والعمل وقليل من الاستقرار هو ما يأمله هؤلاء عندما يركبون الموج في رحلة خطيرة من القرن الأفريقي إلى هذه البلاد يصلون دفعات بشرية مسكنة بمباقر حيق الوطن الإفريقي فتغرق أقدامهم التائهة في بلد تمزقه الحروب وتملأه العصابات والمهربون يسلكون طريقا مجهولا ورخيصا محفوفا بالمخاطر ليقعوا ضحية جماعات منفلتة كما هي في منطقة رأس العارة بمحافظة العج تقول وكالة أسوشايتد بريس الأمريكية إنها وثقت جرائم وحشية ومروعة تعرض لها مهاجرون على يد عصابات مسلحة تحكم المنطقة نشرت الوكالة قصص العشرات بينهم فتيات تعرضن للاغتصاب والاستغلال لعدة أسابيع بغرض الاستمتاع تارة وابتزاز أهاليه تارة أخرى تقول الوكالة إنها تحدثت مع أكثر من عشرين أثيوبيا نجوا من الموت جراء التعديب في هذه المنطقة التي وصفتها بالجحيم فيما لم تتمكن من مقابلة بعضهم جراء الموت جوعا يروي البعض آثار حروق على جسده وقد تحولت إلى جراح غائرة وتشوهات يصعب شفاؤها فيما يروي آخر كيف حطموه بصخرة وربطوا ساقيه وعلقوه مثل خروف ذبح كما يقول جرائم وحشية لا تجابه بأي تنديد أو إجراء حكومي حيث تتهم أسوشي تدبريس السلطات اليمنية بتجاهل ما تعرض له المهاجرون في لاحج إلى حد كبير في حين تسمح للمهربين وتجار البشر بالعبور ببضائعهم البشرية من الشواطئ إلى الأحواش الصحراوية المختلفة لا تقتصر مأساة المهاجرين في اليمن على الوقوع بيد العصابات والمهربين وإنما في تكدسهم في مخيمات غير صالحة للعيش بالإضافة إلى وقوعهم في يد الجماعات المسلحة وعلى رأسها مليش الحوثي التي تزج بالمئات منهم في جبهات الحرب وفقا لتقارير سابقة رحلة قهر من الجوع إلى السجن والاستغلال يفر أبناء القارة السمراء بحثا عن حياة في بلاد تبحث عن خلاصها فلا يجدون سوى التعذيب والموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر